لم يمضي عام بعد على تولي حكومة حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في المغرب حتى بدأ الشارع يتساءل عما يحدث فهذا الحزب الإسلامي الذي يرأسه عبدالإله بن كيران نضل سنوات طويلة من أجل ما سماها العدالة الاجتماعية في كل مناحي الحياة ولكنه اليوم يطرح فكرة لم تخطر على بال أحد في المغرب إلغاء مبدأ مجانية التعليم العالي في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر معظم مؤسسات المجتمع المدني في البلاد قررت التصدي لهذا التوجه لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يفكر حزب إسلامي في الضغط على الطبقات الفقيرة في قضية حيوية ألا وهي التعليم سؤال للن سنحاول الإجابة عنه في حوارنا الليلة الذي نستضيف فيه من الرباط الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ورئيس اتحاد نقابات التعليم العالي بدول المغرب العربي محمد درويش ومعنا أيضا من الرباط الكاتب والصحفي بلال التليدي يمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على تويتر وعلى الفيسبوك مرحبا بالضيفين أستاذ بلال داني أبدأ معك أولا يعني حزب العدالة والتنمية طرح الكثير من الشعارات التي لها علاقة بالعدالة والمسواة بكل هذه الأمور خلال الحملة الانتخابية الآن وصل هذا الحزب إلى السلطة أول مرة يكون هناك رئيس وزراء مغربي من التيارات الإسلامية يتخذ خطوة من هذا القبيل مسألة إلغاء مجانية التعليم برأيك لماذا يلجأ هذا الحزب إلى مثل هذا الخطوة وفي هذا الوقت بالتحديد بسم الله الرحمن الرحيم أولا دعني أصحح معلومة تتعلق بحزب العدالة والتنمية وتوجهه نحو مسألة إلغاء مجانية التعليم العالم يعني في حدود طلاعي ومتابعة لمواقف حزب العدالة والتنمية سواء مواقف الصادرة عن الحكومة أو الصادرة عن وزير التعليم العالي لم أقف على أي تصريح يفيد بأن حزب العدالة والتنمية أو الحكومة أو وزير التعليم العالي قرر إلغاء مجانية التعليم في تعليم العالم الذي حدث هو أنه كان هناك تصريح لوزير التعليم العالي فيما يخص كلية الطب لوحدها وقصر مبدأ إلغاء مجانية تعليم على الفئات الميسورة ووضح الأمر أكثر من مرة وقال هذه الفئات الميسورة لا بد لها أن تؤدي واجبا معينا في كلية الطب أما الفئات الوسطى والفئات الفقيرة فغير مشمولة بهذا الأمر وحتى هذه القضية المتعلقة بإلغاء مجانية التعليم العالي بالنسبة للفئات الميسورة أثارت نقاشا داخل الحكومة وهذا النقاش ثار حول مسألة التوقيت ومسألة التداعيات السياسية وأيضا مسألة تقنية تتعلق بمعايير الاستهداف كيف نحدد من هو ميسور ممن ليس بميسور وما هي القاعدة المالية ويعني نتيجة هذا الحوار وهذا التفاعل جعلت رئيس الحكومة يقول بشكل صريح بأن الحكومة لم تقرر أبدا ومطلقا إلغاء مبدأ مجانية التعليم العالي سواء في كلية الطب أو في غير آمنة الجامعات المغربية طيب أستاذ بلال أرجو أن تبقى معي سأنتقل إلى ضيفي أيضا في الرباط الأستاذ محمد درويش أستاذ محمد مساء الخير إذن استمعت إلى ما قاله السيد بلال الوزير وزير التعليم العالي ولا حتى رئيس الحكومة ولا أي جهة في الحكومة تحدثت عن إلغاء مجانية التعليم لماذا إذن كل هذه الضجة التي أثارها البعض أولا مساء الخير أخي العزيز ورمضان مبارك لكل المسلمين في كل أحناء العالم وأنا سأعيد بتواجدي معكم على الهواء لمناقشة موضوع له أهمية خاصة عند المغربة وله وضع خاص من كل الجوانب ألا وهو تفكير أحادي الجانب من قبل السيد وزير التعليم العالي وتكون أطره بحث العلمي بمبادرة إلغاء مجانية التعليم العالي في مجموعة من الكليات أعتقد ما فهمته من الأخ بلاد تليدي وبالملاسبة أحييه وأبلغه سلامي وأنه لا وجود لشيء اسمه مبادرة لإلغاء مجانية التعليم العالي إن كان الأمر هكذا فليسنا لأي مشكل فالوضع سيستمر كما كان على الحال ولكن دعني أقول لك أن ما صرح به السيد وزير التعليم العالي وتكون أطره بحث العلمي يوم 23 يوليوز الماضي بأحدى الجرائع الوطنية كان أمرا واضحا وبرغة يتقنها السيد الوزير وبعبارة يتقنها السيد الوزير وكان تفكيره ينصب حول مبادرة لإلغاء مجانية التعليم العالي إلى أن تحرك الذي حصل في مجموعة من المواقع ومن مجموعة من المنظيمات جعل الحكومة تستدرك ويخرج علينا السيد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد مجلس حكومة مضى بالقول أن الحكومة لم تقرر ولم تفكر أبدا في إلغاء مجانية التعليم العالي وأعتقد أن السيد رئيس الحكومة وضع حدا يوم الماضي اتصرح أمام ممتلي الشعب وأمام الشعب المغربي برمته بأنه ليس هناك أي قرار بإلغاء مجانية التعليم العالي في المغرب لا داخل كلية الطب والصيدة ولا داخل معاهد تكوين الأخرى ولا داخل كلية الأخرى وهذا أمر نسجله الآن بارتياح وأطلب وأرجو أن تنكب الحكومة بالاهتمام على المشاكل الحقيقية التي يعيشها تعليم العالي في المغرب لا أن نخلق مشاكل في اعتقادي ليس وقتها الآن وليست لا مضمونا ولا طريقة ولا إلى آخره طيب أستاذ بلال ما رأيك هل بالفعل كانت مبادرة شخصية فردية من قبل وزير التعليم العالي تصريحات ربما لم تكن تعبر عن رأي الحكومة المجتمع وإنما عن رأيه شخصيا فيما يتعلق بهذه المسألة لماذا تراجع عنها ومسألة بهذه الحساسية ألا ينبغي أن تبحث بشكل أكثر جدية سواء داخل الحكومة سواء عن طريق استشارة التيارات السياسية الأخرى النقابات المجتمع المدني وكل هذه الأمور دعني في البدء أؤكد بأن هذا الموضوع قد تسيس وأن جهات دخلت على الخط بما في ذلك وسائل الإعلام حاولت ما أمكن أن تغطي على كل محاولات التي قام بها وزير التعليم العالي من أجل توضيح موقفه أذكر على سبيل المثال فهو أول تصريح قام به وزير التعليم العالي كان في جريدة الإيكونوميست وكان الحوار الذي أجري معه واضحا في أنه تحدث فقط عن فئة الميسورين في كلية الطب ثم جاء توضيحه في البرلمان ثم جاء بعد ذلك توضيحه في إحدى قنوات القطب العمومي في المغرب ومع ذلك أصرت العديد من وسائل الإعلام لغاية لا نعنبها بالضبط ولخلفيات لا ندري من يحركها أصرت على أن تقول وزير التعليم العالي ما لم يقل وتدعي بأنه قال بأن الحكومة عازمة على إلغاء مجانية التعليم العالي أؤكد لكم بأنني قرأت التصريح الأول وتتبعت مصار تصريحات الأستاذ وزير التعليم العالي الحسن الذاودي فالرجل لم يقل مطلقا لا في البدء ولا في الأخير أنه مع إلغاء مبدأ مجانية التعليم العالي ولم يتراجع في هذه النقطة بل أكد أقول لك بأنني بالأمس كنت معه في لقاء وقال لي لا معنى أن الكثير الآن يؤدي على أبنائه في مؤسسات جامعية في الخارج من فئات الميسورين وهؤلاء لا يؤدون التعليم العالي بمعنى أن وزير التعليم العالي هذه قناعته لكن أن تتعرف بأنه داخل الحكومة هناك تنسيق حكومي ومثل هذا القرار له تداعيات سياسية تحملها الحكومة ولذلك الحكومة ككل منسج قدرت بأن هذا الأمر ليس مطروحا الآن وهذا الأمر خارج أولويات الحكومة في هذه المرحلة أستاذ محمد خلال مراجعة لبعض ما قاله وزير التعليم العالي السيد حسن الداودي حول هذا الموضوع وبعد اللغط الذي أثيره حول هذه المسألة وجدت أن الوزير المغربي يقول لم أتحدث أبدا عن إلغاء مجانية التعليم قلت لابد أن تساهم الأسر الميسورة في تكوين أبنائها لا يستوي الفقير والغني والشريحة المتوسطة والفقراء لن يتأثر الكلام واضح للوزير بأن مسألة إلغاء مجانية التعليم والمخاوف التي ربما لدى البعض في أن تؤثر هذه المسألة على الطبقات الدنيا على الطبقات الفقيرة والمحرومة ليس لها أي تأثير هل هذا توضيح كافي من الوزير التعليم العالي أم أن هناك بالفعل تسييس للمسألة كما قال الأستاذ بلال اسمح لي أن أقول لك أنا لا أرى في الأمر تسييسا وأعتقد أن كل كلام فيه القبول أو الرفض لا يجب أن يقرأ من قبل المتلقي بأنه تسييس حينما أقول نحن في النقابة الوطنية التعليم العالي ومباشرة بعد تعيين سيد وزير التعليم العالي وتكوي الأطور وبحث العلمي الأستاذ الحسن الدودي اجتمعنا معه وخرج علينا بورقة محاربة الفساد والمفسدين في التعليم العالي وقلنا له في اجتماعنا رسمي نحن معك ونحن نؤيدك في محاربة الفساد والمفسدين وإن كاننا في الجامعة من مفسد فيجب أن يؤدي التمن هذا أمر لم تقوم أي جهة بالحديث عنه لماذا اليوم حين قلنا لسيد الوزير لا حول موضوع إلغاء من الجانية التعليم وحينما قلنا إن إلغاء من الجانية التعليم العالي هي خط أحمر بيننا تنتفذ أصوات وتصف البعض منا بالسيئس نحن لا نمارس سياسة في النقابة الوطنية التعليم العالي وبالنسبة للجهات الأخرى يجب أن تسأل الجهات الأخرى أعتقد أن أمر إلغاء من الجانية التعليم العالي كليا أو جزئيا ليست من اختصاص وزير واحد أذكر فقط بأن مؤسسات تعليم العالي في المغرب يقتصبها 14 الوزير في الحكومة المغربية فنسأل كيف يمكن لوزير واحد أن يتخذ قرارا أحاديا حتى بالجهر بأنه يفكر بصوته المرتفع أعتقد أن الوزارة وزير هي مسؤولية الدولة والوزير هو وزير دولة ولا يجب أن يقول ما يفكر فيه لا جهرا ولا همسا أعتقد أن مسؤولية تقتضي أن يفكر المسؤول بإمعان في كل قراراته ثم ليس هذا وقت طرح مثل هذا النوع من النقاش نحن مقبلون على دخول جامعي صعب بكل المقاييس اقتضاد قلة موارد بشرية قلة إمكانات في بعض الجهات عدم تدبير في جهات أخرى فكيف لوزير يفاجئنا جميعا بهذا القول ونحن ننتظر أن يفاجئنا إيجابا بمبادرات لتجاوز الصعوبات وتجاوز الإكرهات وتجاوز كل ما من شأنه أن يساهم في تعطر مصار التعليم العالي في البلدنا ثم دعني أقول لك لست مؤمنا بتاتا بالتفريق في الجامعة المغربية بين شيء اسمه فقير وميسور الطالب المغربي والطالب عموما حينما يليج التعليم العالي يليج هو سنه 18 سنة أي بمعنى القانوني أنه بالغ والبالغ أي أنه مستقل عن أسرته فليس هناك تقسيم يقوم على هذا فقير وهذا ميسور طيب أستاذ محمد أرجو أن تبقى معي أنت والأستاذ بلال سنعود إلى هذه المسألة مسألة من هي الأسر الميسورة ومن هي الأسر الفقيرة وكل هذه الأمور وأيضا حول مسألة من يتخذ القرار في هذا الموضوع في نهاية هل هو وزير هل هو حكومة أم أن هذه المسألة بحاجة إلى حوار وطني من نوع ما سنتابع هذا الموضوع بعد هذه الوقفة القصيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر